أعلنت وكالات إعلامية أن هناك مشاحنات حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو ورئيس الأركان هارتسي هاليفي بشأنك سياحي جيش الاحتلال مدينة رفح وذكرت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن نتانياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرا من قطع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي غزة فصل جديد من فصول الخلافات بين القيادة الإسرائيلية يطفو على الساحة مع التغطيط لتنفيذ اجتياح لمدينة رفح جنوب قطع غزة وكالات أعلامية ذكرت أن مشاحنات حادة نشبت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو ورئيس الأركان في جيش الاحتلال هارتسي هاليفي حيث ذكرت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن نتانياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرا من قطع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي القطع هاليفي من جهته طالب باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذا الاجتياح الضخم خاصة مع محاولة إجلاء مليون وثلاثمات ألف من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح وهو ما أدى لنشوب مشاحنات بينهما تضاف لسلسلة الأزمات التي نشبت بين القادة الإسرائيليين وعلى جانب آخر حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر بوريل أضاف أيضا أن استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة تأتي كل هذه التطورات في الوقت الذي عبر فيه المجتمع الدولي عن قلقه بعدما أمر نتنياهو جيش الاحتلال بتقديم خطة لشن هجوم على رفح الملجأ الأخير للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة